قام وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط تهامش فولكر بزيارة إلى العريش حيث تفقد بصحبة محافظ شمال سيناء خالد مجاور المخازن اللوجستية هناك وأشهد بالمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع كما تفقد فاقنور ومحافظ شمال سيناء مستشفى العريش العام والتقب المصابين الفلسطينيين الذين تلقونا العلاج والمزيد وطلعنا عليه مرسل التلفزيون المصري كريم بيبرز تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من مدينة العريش ننقل لكم المجهودات المصرية المختلفة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة أنا الآن متواجد داخل المركز اللوجستي في مدينة العريش هذا المركز الذي يقوم عليها هلال الأحمر المصري بتخزين المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها ثم ينقلها بعد ذلك عن طريق شاحنات إلى معبر رفح المصري وتتوجه إلى معبر كرم أبو سالم وتدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لكن بالطبع عرقلت قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات وفي بعض الأحيان منع هذه المساعدات يتم التحجق بعدد من الأسباب لمنع هذه المساعدات لذلك تتراكم وتتكدس بشكل كبير جدا ستين في المائة من هذه المساعدات هي من الناحية المصرية جاءت بالفعل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالإضافة لتسعة وعشرين دولة وأربعة عشر منظمة عالمية يشاركون في هذه المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم كان هناك زيارة لوزير الدولة البريطانية الوزير البريطاني وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي بالطبع جاء في زيارة ويرافقها اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء للمخيزة اللوجستية وأشاد بيئة المجهودات المصرية بالمتطوعين المصريين في الهلال الأحمر المصري لتخزين هذه المساعدات منها الغذائية ومنها الطبية وأيضا تحدث مع رئيس الهلال الأحمر المصري عن أسباب رفض هذه المساعدات وأسباب رفض دخولها في الناحية الأخرى بعد أن تعبر من الناحية المصرية إلى ناحية قطاع غزة تحججه بالطبع بإما وجود بعض المعادن داخل هذه المساعدات أو في بعض الأحيان ارتفاع هذه المساعدات في بعض الأحيان رفض لمجرد الرفض حتى بعض الأدوية تم رفضها ومنها طبع البنج لذلك هناك مجهودات مصرية كثيرة لإدخال هذه المساعدات وتم إنشاء مركز لوجستي آخر جاخل مدينة العريش وهو بجانب مطار العريش ذلك يوجد الآن مخزنان لوجستيان داخل العريش وآخر منطقة لوجستية للشاحنات في رفض هذا بالطبع ضمن المجهودات المصرية المختلفة إما لوقت اطلاق النار في قطاع غزة أو لاستمرار دخول هذه المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وبالطبع كان هناك في بيان وزير الدولة البريطاني الذي قال أنه سيقوم بدعم المجهودات المصرية لقطاع غزة بمليون جنيه استرليني سيكون داعمين للمجهودات المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هذه هي الصورة من العريش والمخزن اللوجستية ولا نعود عليكم مرة أخرى